مدراتي مشاهدينا خلينا نروح للعالمين العالمين ونعرف من زميلة محمود جميل أبرز فعليات مهرجان العالمين النهاردة يا محمود صباح الفل عليك صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير عليك يا مصطفى بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بنصبح عليكم في يوم جديد ومهم وحافل حقيقة بالفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة خلينا أقول لكم بس الأول أن أنا موجود دلوقتي في المنطقة الترفيهية في النورث سكوير اللي هتستضيف النهاردة الحدث الأهم والأبرز وهو مهرجان القاهرة للدراما الحقيقة خلاص الاستعدادات بتتم على قدم وصاب وضع اللمسات الأخيرة في كل التجهيزات الخاصة بالمهرجان النهاردة عايز أقول لكم من التجهيزات اللي أنا شايفها دلوقتي إحنا منتظرين حدث مبهج منتظرين حدث طبعا هيبهر العالم كله النهاردة في مدينة العالمين الجديدة ويمكن ده المميز في النسخة التانية من مهرجان القاهرة للدراما أنه موجود هنا على أرض مدينة العالمين الجديدة وضمن فعليات المهرجان عايز أقول لكم أنه خلاص يعني إحنا هنا طبعا عليمنا بندخل على طول من البوابة البوابة خلاص جاهزة جدا للدخول كل الفنانين النهاردة والمخرجين وكل الناس اللي هتكون موجودة والضيوف اللي هيكونوا موجودين في المهرجان طبعا المنطقة اللي أنا موجود فيها دي هتبقى فيها الريت كاربت طبعا هيدخل فيها كل الفنانين وهتكون مكان الميديا طبعا علشان إجراء اللقاءات الصحفية والإعلامية عمدنا على شمالنا بقى هيكون جوة كده على الشاطئ مباشرة هيكون بقى المسرح الكبير اللي بيستعد دلوقتي بمسرح ضخم جدا وفيه تجهيزات كبيرة جدا لاستقبال بقى كل الفنانين والحفل اللي هيكون خاص طبعا بإعلان الجوائز الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما للنسخة التانية والحياة المنطقة الترفيهية من أجمل المناطق اللي موجودة وسط الأبراج طبعا والبحر والشاطئ وهتستقبل النهاردة طبعا الحدث ده ده غير كمان أنه هيكون في خلال الحفل الخاص بمهرجان القاهرة للدراما هيحيي الفنان تامر حسني وطبعا هيكون في توزيع الجوائز مش بس كمان على الفنانين أو على الأعمال الدرامية اللي كانت في شهر الرمضان فقط لكن كمان هيتم توزيع الجوائز على الأعمال الدرامية طول السنة وطبعا المميز فيه المهرجان أنه تحت شعار 60 سنة دراما بنحتفل بمرور 60 سنة على إنتاج أول مسلسل درامي وهو هارب من الأيام عام 1962 فالحقيقة النهاردة كمان هيتم تكريم شخصيات كبيرة سهموا فيه أو أضافوا طبعا للدراما المصرية وهيكون فيه طبعا الجوائز تم مضاعفة الجوائز ل 16 جائزة لأنه هيتم كمان مش بس تكريم الفنانين لكن هيتم كمان تكريم مخرجين تكريم أفضل موسيقى التترة أفضل منتاج أفضل تصوير فبالتالي هيكون فيه جوائز كتيرة جدا النهاردة وهنشهد حدث مهم طبعا بعد الحدث الخاص بمهرجان القاهرة للدراما هيكون عندنا حفل فني أو عندنا ستند أب كوميدي خاص بعلي أنديل والمطربة كمان سمر طاري هيكونوا موجودين النهاردة بالإضافة كمان إلى حفل في نهاية اليوم حفل فني في العالمين أرينا ده هيكون فيه محمود الليسي ومسلم هيتكون طبعا حفل شعبي كبير جدا دي الفعاليات اللي هتكونوا النهاردة وكمان مبارح إحنا كنا انطلقنا فيه أول يوم من بطولة الفوليبول كرة الطائرة الشاطئية الدولية ودي أول مرة تكون موجودة هنا في مصر كبطولة دولية على شاطئ مدينة العالمين الجديدة فيه مشاركة 42 دولة 42 فريق من 32 دولة والحياة مبارح كان لنا بعض اللقاءات مع المنظمين سواء الدوليين من الاتحاد الدولي أو حتى المصريين الحياة الاتحاد الدولي أو المشرف على الاتحاد الدولي مسترجيف أشاد طبعا بالبطولة وبتنظيم البطولة في مدينة العالمين وأكد أن الفترة الجاية أو دي خطوة كبيرة جدا أن الفترة الجاية مدينة العالمين الجديدة ومصر عمتا تستضيف بطولات كبيرة جدا خاصة بالبطولات الرياضية والحياة اللعبين الدوليين كانوا مبسوطين بالأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة وكان فيه تنظيم طبعا على أعلى مستوى وكل التفاصيل الخاصة بالبطولة سواء التأمين سواء الإسعاف سواء التنظيم حتى الخاص بتوفير كل الإقامات وكل سبل الراحة للعبين كانت موجودة فالحقيقة مبارح كان يوم مهم وجميل جدا في بطولة الفوليبول هنكمل طبعا كل الفعاليات احنا عندنا أسبوع أو الختام الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة هيكون عندنا حفلات كبيرة كدا بكرة جمعة هيكون عندنا شرموفرز وهيكون عندنا رأس الرابر العالمي وهيكون كمان عندنا يوم السبت حفلة كايروكي فبالتالي فيه يعني فعاليات مهمة جدا النهاردة كل الناس طبعا هتقدر تتابع مهرجان القاهرة للدراما النهاردة على شاشات قنوات المتحدة وبالتأكيد يعني هيستمتعوا بكل اللي موجود خلال الفعالية وهنتابع معاكم أكيد في صباح الكيريا مصر كل يوم كل ما هو جديد في مهرجان العالمين الجديدة العالم عالمين برجع لكم في ستودي صباح الخير يا مصر مرة تانية شكرا لك يا محمود جميل موفد القناة الأولى إلى مهرجان العالمين عدد كبير جدا من الفعاليات رصدها محمود جميل خلال اللايف بتاعه أعتقد أن الجهد مستمر وما زال مستمر سواء فنيا أو رياضيا وعلى كل المستويات أنا حتى ملاحظ أنه هو بيتكلم على مش بس نجوم لا فيه برضو ايه شباب لسه بيبتدي وبيعمل فقرات مهمة جدا في المهرجان